افتتح وزير العدل المستشار عمر مروان محكمة الطفل النموزاجية ببنها في محافظة القليبية وأكد وزير العدل أن اختيار تاريخ العشرين من نوفمبر موعداً لفتتاح المحكمة جاء مواكباً للاحتفاء باليوم العالمي للطفل مشيراً إلى أن هذه المحكمة صديقة للطفل رعية في تصميمها وتأسيسها كفة المعايير والمتطلبات الدولية المقاررة لحقوق الطفل بشركة مع منظمة يونيسي في مصر لتعميمها على جميع محاكم الطفل في إطار مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين نحن كان فيه توجيه رئاسي زي ما حضراتكم عارفين بأن الاهتمام بتطوير المنظومة القضائية ومنها دور المحاكم احنا المحاكم القديمة بنبدأ نطورها ونرفع كفاءتها ونضيف لها التقنية لأن احنا عايزين في كل الفترة القادمة تبقى كل المحاكم مميكانة فاحنا الجديد اللي بنضيفه للمحاكم هي التقنية المحاكم اللي بننشئها من أول خالص هي دي اللي بتبقى طلعة سواء معمول حساب التقنية فيها فاحنا الحمد لله ماشيين بخطة حتيسة وخطة جيدة جداً في سبيل تطوير منظومة المحاكم وبنلاقي كل الدعم بصراحة من السادة المحافظين